طيب الأوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من خشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعنوين من المواقع المحلية رغم معارضة الأطباء لعادتهم إلى المعتقل اختفاء جميع مصابي حادثة سجن دمار من المستشفى مأرب تدرب 12 غواصا لإنقاذ زوار السد ومن موقع عدن الغد يتساءل كم عدد المسؤولين الحكومين في عدن الذين يباشرون عملهم حتى اليوم أهلا بكم ما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاذ رغم مرور نحو أسبوعين منذ قتل طائرات التحالف عشرات المعتقلين الذين كان الحوثيون يستخدمونهم دروعا بشرية وعنونا موقع يمن مونتر انتشاءل أكثر من 130 جثة من تحت أنقاذ معتقل دمار جنوبية صنعة يعتبر الهجوم أحد أكثر الهجمات الدموية منذ بدء الحرب وتلقي المنظمات الحقوقية والإنسانية باللوم على جماعة الحوثيين والتحالف صرح بشير الدوراني الناطق باسم الهلال الأحمر اليمني الخاضع للحوثيين بأن عدد القتلى لم يتأكد بعد مع استمرار جهود البحث عن المزيد من الجثث في الموقع المستهدف قال الدوراني أن العائلات بدأت تأخذ الجثث من مستشف دمار قال الحوثيون والمسؤولون الطبيون إن مركز الاحتجاز كان يحتجز ما لا يقل عن 170 شخصا عندما تم ضربه وكان المعتقلون من المواليين للحكومة الشرعية والمعارضين لجماعة الحوثيين أما الذين نجوا من القصف أصيبوا إصابات متفاوتة فقد أخفتهم مليشي الحوثي وبحثت لهم عن معتقلات جديدة لا يعرفها أحد وفقا لموقع المصدر أونلاين رايتس رادار تطالب الصليب الأحمر بإنقاذ حياة المختطفين المصابين في مجزرة كلية المجتمع بذمار طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل وإنقاذ حياة المختطفين الجرحى في قصف التحالف على كلية المجتمع بمحافظة دمار وقالت المنظمة ومقرها أمستردام نطالب لجنة الصليب الأحمر بالتدخل لإنقاذ حياة العشرات من المعتقلين الجرحى الذين تحتفظوا أو تتحفظوا عليهم جماعة الحوثي في مواقع مجهولة بعد نجاتهم من قصف التحالف وكانت مصادر طبية في هيئة مستشفى دمار العام أفادت بقيام الحوثيين بنقل العشرات من جرحى القصف إلى جهات مجهولة دون أي اعتبار لوضعهم الصحي وحالة جراح بعضهم الحرجة وأكدت المصادر لموقع المصدر أولاين أن مسلحين حوثيين اقتادوا عددا من المعتقلين الجرحى إلى جهات مجهولة رغم اعتراض الأطباء على ذلك الإجراء خصوصا وإصابات بعض من تم نقلهم لم تتعدى مرحلة الخطورة أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز روخنشتاين أن حوالي أربعين إلى خمسين جريحان ليسوا جميعهم موجودين في مستشفى دمار وفقا للأرقام التي لدى سلطات الصحية للحوثين في صنعاه وافترض روخنشتاين في رده على استفسار المصدر أولاين قبل أيام أن بعض الجرحى غير الموجودين في مستشفى دمار العام قد نقلوا إلى مستشفى أخرى مضيفا قد يكون لدى سلطات الصحية في صنعاه معلومات أكثر عن ذلك موسم الهجرة إلى الحرية تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارد مقاله في موقع يمن مونتر مضيفا يتطلع الشعب السوداني الجميل اليوم إلى إزالة غبار القهر وركام التخلف عن حياته المثقلة بهما منذ ثلاثة عقود حين انقلبت الجبهة القومية الإسلامية على تاريخ عريق من التحضر والمدنية الاجتماعية والسياسية والفكرية واستولت على السلطة في ذلك البلد المترام الأطراف الأخضر الجاف الكريم المضياف وفي هذه اللحظة تمنيت لو عادت عجلة الزمن عشر سنين إلى الوراء يوم رحيل الأديب الكبير الطيب صالح ليعيش مع أهله هذا المشهد التاريخي وهو الذي مات مقهورا من ممارسات هذا النظام ربما رحل فاقدا الأمل في أن يستعد بلده حريته ويعود لشعبه ألقه في وقت قريب أتذكر في العام 1996 أن جلاوزة ذلك النظام الجاهلي المتغطرس أصدر قرارا بمنع الطعاط مع رواية الطيب صالح الخالدة موسم الهجرة إلى الشمال في المدارس والجامعات السودانية بدعوى أنها مخلة بالأداب وتسخر من القيم بعد ثلاثين عاما بالضبط على صدورها في العام 1966 وأذكر أن الأديب الكبير لم يجد يومها وللوهلة الأولى ما يعلق به على هذا القرار المأزوم سوى عبارة واحدة أنا مندهش وحزين ولم يكن الطيب صالح وحده مندهشا وحزينا حينها نما كانت هذه حال جميع الأدباء بل والقراء أيضا فالرواية ظلت مثار إعجاب كل من قرأها ومحل تقدير كل من تناولها بالنقد أو الدرس وهي أحدى بضعة أعمال روائية عربية تشكل اليوم أبرز ملامح التفوق الفني والموضوعي في مسار الأدب العربي الحديث والمعاصر إجمالا وفن السرد على وجه الخصوص وهو الأمر نفسه الذي حدث مع رواية الأديب اليمني الراحل محمد أحمد عبد الولي صنع مدينة مفتوحة في العام 2000 فدها قنة الجاهلية الجديدة ينهلون من مستنقع واحد وهم لا يفقهون أن هذه التهمة برغم أنها سهلة النطق وسريعة الانطلاق وأن التكفير والتخوين والترهيب والوصم بالإباحية والإخلال بالآداب والسخرية من القيم والأخلاق هي من فئات العملة الرائجة لدى شيوخ التجهيل إلا أن تجليات العقل ومخرجات العلم في هذا العصر تحيلها ببساطة إلى عملة تالفة تواصل ميليشي الحوثي ممارسة الانتهاكات بحق السكان الواقعين تحت سيطرتها وعنون موقع الصحوانات اختطافات وفرض إتاوات بالقوة جولة جديدة من حرب الحوثيين على باعة صنع وقال الموقع أن ميليشي الحوثي اختطفت ملاكة محلات تجارية في حي النهضة بصنع بذريعة عدم دفع ما يسمى المجهود الحربي الذي فرضته الميليشيات على جميع المجهود الحربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النصائح الارشادية قبل السباحة والتحديد الأماكن المسموحة وغيرها عن الدور الذي قامت به محافظة شبوى في كسر مخططات التقسيم كتب رشاد المخلافي مقاله الذي تنشره بالقيس وجاء في بعض فقراته كادت تكتب نهاية وجود اليمن ومحوه من الخارطة السياسية عندما حاولت الامارات التحرك مجددا عبر ادواتها الملشاوية الانقلابية لاعادة سيطرتها على محافظة شبوى اشتركوا في القناة 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 علق الفنانان أدنكيس وكليومير اللافتة على جسر باريس في قلب المدينة وقالا لراديو فرانس بلو كان علينا أن نفعل شيئا لذا قررنا نصنع اللافتة وعرضها على جسر جميل في مدينتنا في الأسابيع الأخيرة سخر الرئيس الوزير البرازيلي علانية من السيدة الأولى فرنسية بسبب عمرها وجسمها قبل أن يعتذروا لاحقا لكن الكثير من البرازيليين شعروا بالغضب والعار وقادوا حملات اعتذار من خلال هاشتاغات في وسائل التواصل الاجتماعي تنظيف العالم تحت هذا العنوان كتب فواز حداد مقاله في العربي الجديد مضيفا لا يظهر الإرهاب في عالم نظيف ولا بهذه البشاعة في عالم جميل ولا يمكن تصور ارتكاب أعمال مجنونة في عالم عاقل يحمل الإرهاب طابع العالم الذي ينبت ويترعرع فيه على كل حال لم يكن العالم في أي عصر نظيفا فالأنبياء لم يظهروا إلا لتنظيف العالم من الشر وكان هناك أمل في ذلك بتحريم القتل وتقديس الحياة البشرية أدى التعصب إلى استفحال الجنون والغباء فترك العالم لمصيره هذا ما يعتقده بعض الفلاسفات الذين لم يعدموا قدرا من البصيرة فقد كان العالم يتقدم من عصر إلى عصر على وقع لا مباداته بفساد ينخر في عظامه وبات الإرهاب حقيقة تتوارثها العصور سنقول مع الآخرين مهما كانت المظالم فلا شيء يبرر الإرهاب لمجرد أنه يصيب الأبرياء الذين لا دخل لهم في اختلاق البؤس إنهم الضحايا الذين ليس بوسعهم حماية أنفسهم منه ويدفعون أثمانه من أرواحهم فالإرهاب مثلما يخطئ الوسائل يخطئ الضحايا أيضا وطالما أنه أخطأ الحقيقة والأخلاق والدين فلن نعدم سلسلة لا تنتهي من الأخطاء وفي الحقيقة سلسلة من الجرائم لكن فلنتصور عالما لا يقوم بالدفاع عن نفسه ضد عالم يقوم على سياسات الغبن الضيقة والعمياء وأنظمة لا تعبؤ إلا بمصالحها تدوس على الملايين وتقتل الملايين وتجوع الملايين العالم ليس منفصلا عن بعضه بعضا وليس مجزئا العالم يرى بعضه بعضا الحرية والعدالة والمساواة للعالم كله وليس للأمريكان والأوروبيين وحدهم ولا يجوز أن يتمتع شعب بالتخمة بينما يجوع شعب ولو في أقاص الأرض البشر كتلة واحدة بينما السياسات الممارسة تنحو إلى تمزيقهم في زمن يجمعهم المفارقة أن البشر ينشدون عالما أجمل وأرقى بأكثر الوسائل إجراما ووحشية وتدميرا إن عالما على هذه الشكلة لو لم يستدعي الإرهاب لكان عالما خاملا مريضا تافها مآله إلى الموت الإرهاب ناقص يقرع أجراس الخطر أما الخطر فليس سوى فناء البشرية نطالع من صحيفة الجاردين التي جاءت افتتاحيتها بعنوان مساعي جونسون للخروج القاسي من الاتحاد الأوروبي قطع للعلاقات يهدد بأن يكون صدعا دائما وتقول الصحيفة إن محاولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تبدو كما لو كانت سيارة مسريعة تتفاوض مع جدار حجري وكلما بدأ الجدار أكثر صلابة كلما اتجه جونسون صوبه بقوة زاعما أنه لا يستطيع الابتعاد عن طريقه ويرى بمنطقه أنه يمكنه أن ينحى باللائمة على الجدار في الصدام لأنه حجري وتقول الصحيفة أن حكومة رئيسة الوزراء السابقة تريزا مي هي التي تفاوضت بشأن اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي وأن جونسون صوت لصالح مقترح مي للاتفاق لأنه كان يعتقد أنه يمكن تنقيحه في المفاوضات وترى الصحيفة أنه يبدو أن جونسون تخلى عندما أصبح رئيسا للوزراء عن رؤيته السابقة بأن عملية التفاوض قد تستغرق أعواما حتى يتم الخروج وفقا للمصلحة المشتركة للجانبين وتقول الصحيفة أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالخروج دون اتفاق هو أنه يتم تصويره على أنه يقدم اليقين ونهاية حاسمة مع أوروبا في حين أنه سيكون نقيض ذلك وتضيف أنه وسط الفوضى الاقتصادية والدستورية التي سيتسبب فيها الخروج من دون اتفاق فأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتعين عليهما العودة لثلاثة قضايا التسوي المالية وحقوق المواطنين وحدود إيرلندا وسيتعين التوصل إلى حل في هذه القضايا الثلاث يرضي الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد وتختتم الصحيفة البريطانية افتتاحيتها قائلة أن بريطانيا لا يمكن أن تنتفع من الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكنها قد تمضي أعواما لتحصي خسائرها إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق التضاد بين الضوء والظلام يبرز الجمال كما في هذه الصور التي اخترناها لجولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة واشنطن بوست ترجمة نانسي قنقر لكل إنسان الحق في التعبير وقول وجهة نظره فهناك من يعبر بالكلمات والصور وهناك من يستخدم الفن لنقل ما يعتقد ومن بين الفنون الكريكاتير الذي أصبح أسلوبا لقول الكثير مجموعة رسوم الكريكاتير في جولتنا الآخرة وبهذه الرسوم الكريكاتيرية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء